فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه بالأعاجم وكلا العلتين منصوصة في السنة مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه نعم جاء في الأحاديث النهي عن التشبه بالمشركين عموما وجاء النهي عن التشبه بالأعاجم وجاء النهي عن التشبه باليهود والنصارى وكل هذه لا اختلاف فيها هذه النصوص لا اختلاف فيها فنحن منهيون عن التشبه بالجميع والنص على بعض العام لا يخصص العام